بسم الله الرحمن الرحيم في فيديو نارضة عن حل مشكلة عدم حفظ الصور والفيديوهات في التليجرام النهاية تتحفظ المعرض بتاعك فيه ثلاث خطوات لازم تعملهم بالزبط معايا علشان تحل المشكلة دي اول خطوة هنا بنروح على الاعدادات بتاعة الموبايل نفسه بعدين هنا بنروح على البحث بنكتب هنا تليجرام بندخل هنا على التليجرام بتنزل تحت كده بندوس على مكان التخزين بعدين هنا عندك مسح التخزين الموقت ما تعملش مسح البيانات بندوس عليها كده وكده مسحنا التخزين الموقت وبعدين بنرجع وراء بنطلع فوق كده هتلاعى عندك هنا الوزونات لها دي بعدين بتنزل تحت كده بتدور على الحاجة اسمها الصور والفيديوهات بتدوس عليها بعدين هنا بتخليها على سماح وكده انت عملت اول خطوة معايا تاني خطوة بنروح على جوجل بلاي او اللابستور بتاعك بعدين هنا بنكتب تليجرام بتشوف هنا لو التليجرام بتاعك محتاج تحديث ولا لا لو محتاج تحديث بتعمل ابدات وكده انت خلصت الخطوة التانية بنروح لاخر خطوة ان احنا بنروح على التليجرام بعدين هنا بنروح على التلت شرط اللي فعلى الشمال دي بتروح هنا عند الاعدادات بعدين بنضخل على البيانات والتخزين بنروح اول حاجة عند استخدام البيانات اللي هيا دي بتدوس علي مسحة الذاكرة المؤك trên وبعدين بنرجع وراء وهنا بنروح للخيارات المهمة في التليجرام وهنا هشرح لك كل الخيارات دي علشان تفهم ايه المشكلة اللي عندك وتحلها بالزبط عندك هنا تنزيل الوساط تلقائيا يعني مثلا لو في صور أو فيديوهات في التليجرام بتنزل على الموبايل بتاعك تلقائي من غير ما تدوس على علامة التحميل ممكن تفعل الخيار ده مثلا عند استخدام بيانات الجوال أو الواي فاي وكمان لو دخلتها لأي واحدة منهم كده ندخل على استخدام الواي فاي مثلا إنه تقدر تحدد الصور والفيديوهات وممكن مثلا تلغي الملفات وكده مثلا أي صور أو فيديوهات في التليجرام هتنزل تلقائي معك بنرجع وراء بنشوف تاني خيار معنا اللي هو حفظه في المعرض يعني مثلا لو انت بتنزل صورة من التليجرام أو فيديو بتتحفظ في المعرض تلقائي لو فعلت الخيار ده لو فعلته هنا في المحادثات الخاصة يعني مثلا أي حد عندك في التليجرام وبعد لك صورة أو فيديو الصورة أو الفيديو لو حملتها هتنزل للمعرض على طول وكمان تقدر تفعلها هنا للمجموعات وكمان القناة وكده انت شغلت التنزيل تلقائي للوساط وكمان الحفظه في المعرض نيجي لآخر حاجة هي البس اللي هو تشغيل الوساط قبل تنزيلها يعني منكن مسلا تشغل فيديو في التليجرام من قبل ما تنزله في المعرض فانت تدفع الخيار ده لو انت محتاجه اللي هو ده وبكده انت عرفت كل حاجة عن حفظ الصور والفيديوهات في التليجرام ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك الفيديو وتشترك في القناة وتشوف بقى الفيديوهات